اه بنرحب فيكم مرة تانية احنا بنستكفل ان شاء الله كيف ممكن نعمل ونشوف ايش تأثيرها على وبعد كده نشوف تحليل بعدين كيف نكتب الجورنال انتري في الجورنال في دفتر يومية ثم كيف نعمل على دفتر الاستاذ طبعا بيحكي هنا اخر شهر اكتوبر 26 اللي صار في الاتي بكيونير اوز انه الشركة مدينة للموظفين بالرواتب اللي قيمتهم اربع الاف ودفعتهم نقدا طبعا التحليل الاول يتبعنا بقولك الاتي طالما هنو نتكلم على يعني نتكلم على واحنا عادة نستخدم حساب اسمه السلاريز ان ويجز اكسفنس تنسوش الاكسفنس حسابات مدينة دائما وبتجيش دائما والايرادات دائما حسابات دائما وبتجيش مدينة الا في حالات نادرة جدا طبعا طالما دفعنا بقول هنا ان فيز ديم ان كاش ودفعناهم نقدا عشان كده الكاش حينجس والاكسفنسيز حزيت تنسوش ايش تأثير الاكسفنسيز على الاونرز ايكوتيب هذه الاكسفنسيز بتنجس الاونر ايكوتيب الاونرز ايكوتيب تتنجس ليش لانه لما بدفع مصريف بتطل قيمة رأس مالي في المشروع او الشركات تابعتك بلاحظوا الكاش نيجس بمقدار اربع تلاب ولو اخدت بالكو السيلاريز خفضت الايكوتيب اربع تلاب لازلت المعادلة تاعتنا متوازنة ناقص اربع تلاب في الجهة اليمين وناقص اربع تلاب في الجهة الدائم طبعا الديبت الكريدت اكاونت دبت السيلاريز ان ويجز اكسفنس يعني مصروف الرواتب والاجوء هو حساب مدين والكريدت كاش اللي هو حساب النقلية القيد تابعنا هايه هو نفس الكلام بس بنحطه في ضفطة اليومية كالادي سيلاريز ان ويجز اكسفنس الكاش بمبلغ اربع تلاب سؤال السيلاريز ان ويجز اكسفنس اجت في القيد مدينة ولا دائنة يا المدينة يبقى معناتها لازم نيجي بالجانب المدين ونحط الاربع تلاب طب الكاش اجت دائنة او دائنة بنحطها بالجانب الداين وين الدائنة هذا دربالكو الديبت الليفت سايد ديبت والريت سايد ولكريد انشوف هنا لما احنا اخذنا فلوس مقدما سميناها يعني اراضيات خدمات غير محققة وقلنا ليش مخحة غير محققة جاء لانه هي احنا لسه بدنا نقدمها اخر السنة يعني ما لسه مقدمنا بس هنا استلمنا فلوس عن خدمات او ديات فعلا او ديات فعلا او ديات في شهر عشر يبقى معناتها اخذنا كاش يبقى الكاش زاد لانه يقول ريسيبس كاش الكاش اكيد حيزيد والريبنيو لانه هذه ايرادات احنا اخذناها مش دين ولا اخذناها مقدمان هذه عبر عن خدمات او ديات فور سيربسيز لحظه ادبيرتايزنج سيربسيز بيرفورم يعني خدمات اعلانات او ديات في شهر اكتوبر بيرفورم تنقود عشان كده لو اخذت بالكو الكاش بديزيد بمبلغ عشر تلاف والريبنيو اكاونت اسمه سيربس ريبنيو برضو بديزيد تنسوش السيربس ريبنيو بيزود الايكوتي اما الاكسبنسيز بتنقص الايكوتي زي ما تو شوفنا في المثال طبعنا يبقى هنا الكاش هيزيد بكام هيزيد بختمة المبلغ اللي جابضناه لو عشر تلاف والايرادات هتزيد بس الزيادة هاده هتزود الوهنرس لانه ايرادات مع اونرس بسزيد الوهنرس لكنه مصاريف مع اونرس بتنجس الوهنرس طبعا تحليل الدبيت بالكرديت او دبيت крدت اناليسيز ولا حاجه دبيت اللي هو الكاش اكريدت سيربس ريبنيو عشرة تلاف الكاش تابعنا هايو هذا الكلام نحطه في دفتر يومية بشكل هذا الكاش عشرة تلاف دبيت وسيربس ريبنيو عشرة تلاف كريدت السؤال الكاش دبيت ولا كريدت يجب أن تأتي هنا وعشرة ثلاثة طيب يجب أن تأتي في جانب هذا ملخص سمري لكل العمائة التي ترونها طلع كيف دفتر يومية هذا التاريخ اكتوبر فيرس اكتوبر فيرس اكتوبر سكند اكتوبر ثيرد بالعمائة التي كتبناها ولكن هنا كان الشارح لكي نفهم لكننا المطلوب لنا فقط نفعل هذا ولكن هذا يجب أن نفعل هذا التحليل اللي هي basic analysis equation analysis debit credit analysis هذا كله نفعل لكي نفعل journal entry والposting طبعا قدامكم هذا هو عبارة عن general literature وهذا عبارة عن journalizing هذا ملخص لكل العمليات التي نفعلها كل العمليات اي اخر عملية عملناها cash this service لاحظوا اللي قبلها sellers and wages expenses this cash نفس الكلام اللي غاية طبعا هذه ال references حكينا عليها قبل كده هذا رقم دفتر البستاز او ledger account هذا ledger account هذا ledger account هذا ledger account اللي قدامكم هذا هنا مثلا مثلا لو نتكلم prepaid insurance 130 لو جينا هنا وين 130 هنشوف 130 هنشوف 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 لاحظوا احنا هنا رقم صفحة اليومية اللي هو journal account page j1 هنشوف 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 هنا طبعا لو طلعتم معايا المفروض انه هنشوف هنشوف نزبط هنشوف هنشوف طبعا بس بدال مكان tk احضر معنش دبيت ورغب 100 و1200 ديبت ديبت بزيد 1100 كريدت بينجس 900 صار 10300 بدل 11000 وهكذا فكأن الرصيد بساوي ديبت مع ديبت بزيد ديبت مع كريدت بينجس وهكذا الرصيد النهائي وهذا الـ ending balance للكاش هذا الـ ending balance للـ supplies طبعا هذا دوت هذا سؤال محلول تتضروا عليه في البيت هذا اللي قدامك هو اسمه trial balance ميزان مراجعة ميزان مراجعة فيه اهم 3 اشياء مهمة انه اسم الشركة فوق ايونير ادفرتيزي اسم القائمة اسم trial balance ميزان مراجعة وهذا تاريخ اعداد trial balance ميزان مراجعة ميزان مراجعة له مزايب تير اهمه باكتشاف الاخطاء انه لازم مجموعة ديبت سايد يساوي كريدت سايد اذا ما تساووش في انه غلق اما في الـ recording في الجورنال او في الـ posting او حتى عند اعداد trial balance نفسه انه هذا المبلغ بدل ما انا حطه في الكريدت حطه في الديبت وهذا بدل ما انا حطه في الديبت حطه في الكريدت فبدون ما يصير توازن هنا بيكون في عندي خطأ طيب من اين جيبنا الـ 15200 هاي الرصيد تبع مين تبعك اشاي شايفين الحمر هدولة اللي هي بيسموها الـ ending balance لكل حساب شايفين هدول يعني مثلا prepaid insurance ending balance تبعها 600 لو جينا هنا هذا السؤال المحلول هاي prepaid insurance قدش الرصيد تبعها 600 واحد يقول لي ليش محطوش هنا حطوه في الديبت لانه واصل رصيد ديبت على وريقه هاي هاي هنا ديبت ودائما الـ balance بياخد صفة الاكبر فهي الـ 600 ديبت اكيدا هده حيكون الرصيد ديبت مزبوط شوفوا معي هاده credit اه شايفين هاده credit هاده الخمس تلاف لو رحنا عال ستجدوها في جانب الـ credit لانه ونصيد ديبت ها نشوفها ما بعد هاي وين الـ payables accounts payables في الـ credit هاي شايفين ها هنا هنا بيحكي limitation of a trial balance يعني محدودية استخدام ميزان مراجعة اه انه انه ترى الـ balance ويقول ميزان مراجعة ممكن يتوازن بالرغم من وجود الخمس اشياء يعني قصدك تقول انه ممكن يتوازن وفيه عندنا اخطاء اه صحيح ها نشوف اول سبب انه ممكن يتوازن ويكون عندنا خطاء الترانزاكشن is not journalized اتخيلوا معايا في واحدة من العملية ما كتبناهاش هادولة اللي كتبت فاكرين هما هادولة اي واحدة شيلها من هادولة شيل مثلا الميزان ممتوازن برضو انه احنا رفعنا من الـ debit 2500 وملكترات لازال ميزان مراجعة مدوازن قصده يقول هان ايش قصده يقول انه الترانزاكشن is not journalized اذا فيه عملية من عملهاش اثبات في اليومية ممكن ميزان يتوازن اتخيل انه انا كتبناها يومية بس مراحلنهاش على الاستاذ برضو كان هيتوازن ليش؟ لانه العملية كلها ما تسجلتش اكنها مش موجودة وبالتالي اذا سجلت اذا ما تسجلتش بتوازن طب اذا سجلت يومية بس ما ترحلش على الاستاذ وهيقول لي طب ايش علاقة بالاستاذ الاستاذ لانه هو بياخد من يومية الارصدة فاذا ما فيش اشي ايجي باليومية برضو حيضل متوازن بالارصدة الموجودة عنده بخلاف العملية ايجور الانتري اس بوصيد اتوايس وهذا اللي بصير انه مرات العملية تتسجل في اليومية ولما تترحل برحلها المحاسب بالغلق مرتين فهي اوصل عملية متوازن لما ترحل 100 مرة برضو حيضل الميزان متوازن ويلاحظوا هذا كلها اخطاء ما بتتشفها الميزان مراجع انكوريكت اكاونت سيستخدم في جرمالايزين او بوصيد ماذا يعني انكوريكت اكاونت؟ في حساب اسمه اكوبمانت وفي حساب اسمه سابلايز في مبلغ بدل ما نرحله الى اكوبمانت راح حلال السابلايز برضو الميزان بتوازن لانه لا زال الترحيل لنفس الجانب الاسيتس وبالتالي ما تغيرش عندي التوازن فبدلا ما يروح للإيقودمنت راح للسوبلايز فهي هي يعني بس لزال لأن الميزان ما بيفهمش وبيفهم أرقام ما بيفهم حساب الإيقودمنت وحساب السوبلايز والأن المزيد السابات systems ما يعني أفش experto زوجوا الآن نسميها الأخطاء المتكافئة ما يعني أخطاء المتكافئة تخيلوا عملية سجلناها بزيادة بدل ما هي ألف اعملناها ألف ومية العملية اللي بعدها سجلناها بدل ما هي ألف سجلناها بتسعمين فلاحظوا الأولانية غلط سجلناها بألف ومية مع انها هي ألف والتاني غلط سجلناها بتسعمين مع انها هي ألف فلاحظوا الزيادة في القيد الأول غطاها النقص في القيد التاني هذه اسمها الأخطاء المؤتن كافية يعني غلط بيأكل غلط برضو ميزان مراجعة حيتوازن وبالتالي ليس سيظهر عندي مشكلات التريل بلانس يعني هو ممكن يساعدنا تلوكيت ارورس يعني عشان يعرفني او حدد لي مكان الاخطاء طيب ايش هي الاخطاء ممكن يعرفني عليها احنا تقولنا هذلك الخمس اخطاء ما تبعرفهمش بشوفهمش لكن هذا اللي حتكلم عليهم بشوفهم تقول ارورس ان تريل بلانس جنرال رزولت فروم يعني الاخطاء اللي بجزان مراجعة تنشأ من الاتي واحد mathematical mistakes اخطاء حسابية يعني في الجامعة في التضريب بدل ما يكتب 200 كتب 2000 بدل ما 2540 كتب 2450 هذه اسم اخطاء اخطاء رياضية او حسابية الخطاء النوع التاني من الاخطاء اللي بساعدنا الميزان اللي نعرفها incorrect posting اذا رحلنا جانب برحلنا اشي جانب التاني او رحلنا جانبه ب 2450 والجانب التاني رحلنا 2540 اكيد ساعدتها الميزان مش هيتواسب مجرد وصف العملية كان وصف خاطئ ايش يعني خاطئ؟ يعني احنا كنا بنتفكر ان عنا 200 واحدة في 10 اه كنا بنتفكر عملية بيع هي عملية شرع طلعت والتاليس اثبتنا عملية بيع بس هو مفروض نثبتها كعمرية شرع هذه transcribing يعني وصف طبعا or simply transcribing data يعني مجرد ان احنا نوصف كيف نوصفها؟ انه بدل ما يتعامل معها بعملية بيعني يعني اتعامل معها بعملية شرع مثلا فعنا نشوف بعض المعلومات اللي الها علاقة بالتسكلوجر والافصاح اهمها استخدامات الدولار ساينز استخدامات علامة الدولار طبعا علامة الدولار بقول نمرة اثنين typically used only in the real balance on financial statements هذه علامة الدولار او علامات الدولار مستخدمها بصورة مثالية في ميزان مراجعة في financial statements نحن نرجع مع بعض ميزان مراجعة عشان نشوفها شوفوين اول رقم حطينا علامة الدولار بس البقين في علامة الدولارات؟ لا طبعا اول رقم في العمودتين علي علامة الدولار بس المجميع كمان عليهم علامات دولار في ميزان مراجعة وفي القوام المالية اللي بيحكي عليها اول ارقام فوق عليها علامات دولار واخر ارقام فوق عليها لكن ما بينهم مفيش علامات دولار بعض هذه ما بينهم مفيش علامات دولار هذا اللي بيحكي عليها عادة use only in the real balance and financial statements shown only for the first item عمال بيحكي عليها في اول بند بكبر صاهر and for the total بالمجموع underlining الخطين الخطين نرجع على الميزان نشوفهم مع بعض خطين خطين يعني مجموع total طبعا الشكل المحاسب بيكون خط واحد وتحت خطين مجموع 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 خط double lineded يعني تحت خطين بس هو للاسف هنا مش عامل بكلام اللي هو جاعد يقول بيه المفروض هنا يكون تحت خطين مجموع ان شاء الله هتشوفهم هنا سؤال محلول هذا سؤال محلول برضو بتمنى عليكم تحاولوا في البيت تحلوهم بدون ما تطلعوا على الحل يعني اول حاول حل السؤال لحالك مقارن على الحل هذا عشان تتضرب على حول الله لانه ممكن سؤال زي هذا يجي في الانتحان طبعا اول ما شوفوا الاشارة هالي اللي هو مقارنة بين اللي هو المعايير محاسبة الدولية ومعايير افصاح الدولية وبين انفاذ بالامريكي طبعا لما نصل عند النقطة هذه اللي وراها بيكون عادة مش مطلوب لانه هذا الجزء بيدرسوه في مادة عنا اسمها انترناشنال اكامتنج يعني محاسبة دولية هنجب عن كده ان شاء الله وبينكمل في الشبطة اللي بحاجة